السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من اساسي لتقعرارف جسمك في الفيديو ان شاء الله نتكلم مع بعض على الجيوب الانفية مكانها فين وازاي بيحصل ه체 في الجيوب الانفية طرق العلاج بتاعتها عملة ازاي مبدئيا يعني ايه جيب انفى يعني فراغ هوائي محيط بالانف فراغ هوائي يعني هو الانف دي المنطقة بتاعته شافين العملة ازاي ايه فراغ هوائي محيط بالانف يعني العظام المحيطة بالانف انها احنا شايفنا قدامكم دي جوا فراغات هوى نفسها طب شكلها عامل ازاي تفرقوا عليها يعني فين فراغات الهوى دي يعني مثلا لو جينا مثلا نشوف المنظر دي هنا كده اهو العظمة دي مثلا جنب المناخيرة جنب الانف هنا كده نشيلها مثلا بصوا اهه بصوا من جوا عامل ازاي اهه مفرغة من جوا الفراغ ده ده هو ده تجيب الانف اللي بيسموه كده ده او جيب هوائي محيط بالانف او مجور الانف اه دي واحد منهم هاو في غيرهم اه ها في غيرهم يعني مثلا هنرجع عن جنجمة زى مكان التانى اهو كده بصوا وناخد مقطع في الجنجمة كده في النص كده ونشوف الشكل عامل ازاي او بصوا منظر ادي منطقة الانف اللي هي دي فين بيكون جيوب الهوائية دي اهي شايفانه ادي مثلا دي عظمة هيى جوا للجنجمة وفيها فراغة ده جيب انفي في حاجة تاني اه ها في غيرهم اهو هنا مثلا ها العظمة اللي في الجبهة دي شايفانها عاملة ازاي برضو في جيب انفي موجود هنا او دي دي كلها اسمها الجيوب الانفية دي كلها اسمها الجيوب الانفية او الفراغات الهوائية المحيطة بالانفي ليه ربنا خلق الحاجات دي كلها عشان يدي حجم كبير للجنجمة وفي نفس الوقت وزن خفيف حاجة تانية بتساعد على النغم بتاع صوت نفسه يعني بتدي نغم حلوة للصوت كده صوت بيرن يعني بمعنى عصح يعني طيب دا بالنسبة للجيوب الانفيتي موجودة فين و حاجة تانية برضو بالنسبة للجيوب الانفيتي انها مبطلة من الداخل بمناسمها غشاء مخاطي او يعني لها غشاء من جوة كده بيفرز مخاط طيب حاجة تانية برضو الهو لها جاء لها من نين إذا كان دى الانف يعني دى متعول الانف الهو بيجي زيرじゃيه دي تاع فرقها الهو اللي بردو بص فانا اه لو جينا وشوف الشكل الاقدام له تدا هنا ده الانف او يعني كده عمل ايه في الموديل ده نشال كل العظام المحيطة بالانف هنا كده سيب بس اماكن الجيب الانفي يعني ده عبارة عن الغشاء المخاطي المبطن للجيب الانف هلو ده البطانة بتاعه طب معنا اصحي يعني فانتبص بقع المنطقة الانف نفسها عمله ازاي اهي ده الانف الجدار بتاعه هو والتجوف من جوه يعني التجوف الانف هنا اهو فالجيب الانفي ده او جيب الهوائي ده هو شايفين عمل ازاي متصل بالانف اهو بفتحة صغنانة كده فتحة ايه مثلا شوفوا الجيب الهين مثلا فهو ده في فتحة ايه موصلة بالانف اهو تمام فيه وراء برضو واحد تاني اهو شايفين مزار عمل ازاي مستخبه هنا اهو ده اهو برضو متصل بالانف اهو يعني الهوى بيجيله من الانف نفسه وده برضو مهم جدا عشان موضوع التهاب الجيب الانفية طيب دلوقتي عرفنا ان الجيب الهوائي ده كلها او الجيب الانفية ده متصلة بالايه بالتجويف بتاع الانف نفسه في الجدار الانف من الجنب كده عشان تبقى فيه هوا بيدخل ويخرج منها المخابة اللي بيطلع من الجيب الهوائي ده من الجدار بتاع من جوه بيتبخر مع الهوى الموجود ده بس قادي الجيب الانفية ومكانها عامل ازاي والفكرة بتاعتها عاملها ازاي بتقلل وزن الجمجمة بتدي شكل جميل وحجم كبير ووزن خفيف وحاجة تانية بتدي رنة كده للايه للصوت نفسه طيب عايز على ربقى ليه بيحصل الاتهاب في الجيب الانفية اولا عايز اوضح حاجة kalo التهاب الجيب الانفية معناها هي ان الغشاء المخاطة ده بيحصل فيه التهابات والجيب الهوائي ده بيتراكم فيه سوائل في الاول بيبقى زى مخاط وبعد كده بقى صديد والفتحات ده تتسد اه طب تعانشه ما بعد ازاي بيحصل الكلام ده ايه الاسباب؟ اولا عشان نعرف الاتهاب الجيب الانفية اللي هو المشهور طب لو عد اكتر من كده ده اسمه التهاب مزمن وده بقى محتاج ايه بقى ايه تدخلات تانية خالص يعني غير اللي هقوله النهاردة خالص ده يبقى احنا كده في عندي نوعين من الالتهابات فيه التهاب حد ده بيعد من شهر واقل من شهر يعني اسبوع اسبوعين تلاتة بالكتير شهر ده اسمه التهاب حد عد الفترة بتاعت الشهر كده دخلنا بحاجة اسمه التهاب مزمن بقى بيعد لفترات طويلة هو بيعد لشهور كمان يعني طب ده بالنسبة للاهي لانوائي الاتةة الجبل الانفية طب حاجة تانية ليه بقى بيحصل التهاب في الجبل الانفية مع دور البرد واحد عنده دور راشحة وبرده فيا اللي بيحصل هو هو بيقى التهاب فيروسي الهواء اللي بدخل في الانف ده اصلا هو مش في باكتيريا عادي باكتيريا متعايشة معانا مفاش مشكلة خالص والهواء ده داخل في الجبل الانفي نفسه فلما بيحصل دور برد الفيروس ده الاتهاب الفيروسي والرش mah أعمل إذن يحصل إحتقان في تلك الفتحات هذه النبيب الصغيرة تتسد وعندما تتسد تصدر مخاط أصلاً وفي هوا موجود داخل يصدر المخاط مع البكترية الموجودة في الهوا يبقى فيه صديد يبقى فيه التهاب صديد في الجيب الأنفية يبقى إنتيجة التهاب الجيب الأنفية هنا حصل بعد دور البارد بتاع الم منخير دور البارد اللي حصل هنا قفل الفتحات بتها الجيب الأنفية وبعدما تقفرت الفتحات تراكم المخاطر لجوه مع البكتيريا اللي موجودة في الهواء عمل التهاب صديدي في الجبل ايه؟ الهواء ايه؟ برضو من الحاجات اللي ممكن تعمل التهاب في الجيوب الأنفية يعني فعلا بيقول لك انا عندي الجيوب الأنفية بتخفش يعني كل ما يجي عندي درج التهاب في الجيوب الأنفية يتكرر تاني دي حاجات مالاش دعا بيدور البرد بتاع الأنف نفسه او الدور الراشح ده ايه بقى الموضوع؟ ده اسمه الحجز الأنفي شايفينه وازار عامل ازاي؟ تحسنه في النص كده؟ فين فتحات الجيوب الأنفية في الجنب هنا؟ فساعد في بعض الناس عندهم حاجة اسمها اعوجك في الحجز الأنفي يعمل ازاي مميل بجنب كده فلما الحجز الأنفي يميل بناحية بالمنظر ده فبيسد الفتحات بتاعت الناحية ده من الجيوب الأنفية اي التهاب بسيط هنا يتسد على طول مع الاحتقان وتورم والغشاء المخاطئ بيحسن السرات فدي برضو من حاجات انما تلاقي اي شخص يقول لك ده انا عندي التهاب في جيوب الأنفية مستمر على طول يعني مستمر عالجه يخف يرجع تاني عالجه يخف ويرجع تاني اه دي مشكلة بقى دي في الغالب عنده عوجك في الحجز الأنفي في حاجات تانية اقل شهرة يعني مسلا ممكن مسلا جسم غريب في الأنف مثلا يعني واحد مسلا حط خارزة في منخيره بس ده يكون يعني عنده مشكلة عقلية يعني فيه اسنان تحت ايه فلو فيه التهاب في الاسنان نفسها ممكن يوصل لحد جيب الأنفي نفس ويعمل فيه برضو ايه التهابات فدي اقل شهرة اشهر حاجة قلتركوا عليها بتاعت ايه التهاب الأنف اللي هو دور البرد العادي الناس اللي عندهم الجيوب الأنفية متكررة جدا بل حاجز الأنفي ده برضو عنده مشكلة ده برضو ايه محتاج للعرض على دكتور الأنف والوزر طيب حاجة تانية ايه الاعراض بتاع التهاب الجيوب الأنفية هو بين الجيوب الأنفية قد يcosضعها الوزر البحством بيصضعش جدا واجع في وشه tutaj على حسب المكان اللي حصل فيه الاتهاب ده يعني هو حسب جيب الأنفي يعني يعني اخشانا حفينا مثلا في جيوب أنفية في الوش كده هنا شايفانا فيه عند الجبهة فوق فيه ناحية وارة شوية هنا كده فيه بين العينينal Wein eye أهي شايفانا عملت زي في حساب المحلم ليس بألم في مدين في عند الوجن لا كده ممكن بين العين الذي عندي قوم مع الملطقة دي ممكن في الجبهة ممكن في ظهر رأس من ورا كده هنا مع الحتة اللي فيه دي مع عالي حتة في الرأس كده برضو ده مكلسه على حسب انه جيب انف اللي ملتهب يعني دي برضو بتبع حاجة طب وايه كمان بالمن ضمن الاعراض افرازات بتنزل من الانف ومع انسداد في الانف مش عارف يتنفس منخيره ممكن بقى افرازات من ناحية واحدة او من ناحيتين على حسب انه منطقة لملتهب ايه كمان اعراض عامة زي السخونية فقدال الشهية واجع في الجسم كله ضعف عام دي كلها برضو ايه اعراض نتيجة الاتهاب في الجيوب الانفية طب نعلاجها ازاي الجيوب الانفية دي تعانى نشوف مع بعض بقى بصوا المشكلة العامة في الجيوب الانفية ان في الفتحة الاساسية بتاعتها مسدودة الفتحة دي فلنها بتتسد الفتحة دي قلنا بيتراكم المخاط مع البكتيريا الموجودة في الهواء اللي كان موجود يحصل الاتهاب صديدي فابنعمل ايه عايزين نفتح القيام دي فاول حاجة في علاج جيوب الأنفية الراحة في السرير بد رست وبعدين اي التهاب دور بارد عندك لتهاب في جوب الأنفية اي التهاب في الجسم معهم يحتاج راحة عشان الجسم يبدأ ايه؟ يدير فرصة ان هو يتفاعل مع الموضوع ده ويعالجه بالجهزة المناعة بتاعه حاجة تانية بنعملها نقط الأنف نقط الأنف بتعمل ايه؟ بتفتح الفتحات دي بتعمل مشكلة الفتحات دي ان فيها احتقان الدم محبوس فيها بكمية كبيرة فسددها النقط التي تعمل ايه؟ بتقل الكمية الدم اللي موجودة هنا دي بتقل الاحتقان ده فيتفتح الممر ده فاي بقى تراكمات جوه تطلع بار التراكمات بتاع السرير دي كلها تطلع بار فبيقولك اول ما تحط النقط الأنف دي بتحس ان لو في صدوعش دي بتفجأ صدوع ده قل وبتلاقي فرازات نزلة الفرازات دي اللي بتنزل دي كويسة جداً ليه دي كانت التراكمات الموجودة داخل الجبل ايه؟ الأنفية برضه من الحاجات المهمة جداً عزاني وضحها بالنسبة لنقطة الأنف عشان برضه في ناس ايه؟ ايه اول مايحصلتها في جوب الأنفية يجرع صادله؟ ايه يجب له نقطة الأنفية بس الله كده مك لا نقطة الأنف بتستعملش اكتر يعني من ثلاثة لخمس تيام بس كده اكتر من كده غلط ليه؟ بعد كده بتاع المشاكل اكتر بقى يعني بيوصل لمرحلة انه مايعرفش ايش حياته من غير نقطة الأنف دي يتايم من نوم كده يشرب كوباية الشاي ونقط في منخيره لا فنقط الأنف دي حاجة مؤقتة يعني يدوك بس كده على مفتح الجيوب الأنفية وابدأ ايه اعالجي الحاجات اللي جوا دي بس يعني من ثلاث لخمس تيام نقط الأنف خالب ايكم مضادة كويس جدا حاجة تانية برضه من ضمن العلاج شم بخار شم البخار ده ازاي بيجيب ميا كده سخنة كده وهو البخار طيب تغلل شوات ميا وتحطهم في ايه في اناء كده زي ما احنا شايفين والبخار طالع ده يشمه كده بيعمل البخار ده البخار ده بيحصل ايه انت عارفين لما يكون واحد مثلا جلده مشقق كده او جلده مثلا ناشف كده بزات في الشتاء ويرو عمل ايه يحط عليه كريم او واحدة تحط عليه كريم كده المنظر ده فتلاقي الجلد بقى ايه بقى طاري كده ده في الفكرة بالزبط اللي بيحصل ان الغشاء المخار ده ملتهب جدا وفيه تشققات موجودة البخار اللي بيدخل ده بيعد من خلال الفتحات طبعا احنا في الاول حطنا ايه نقط الانف عشان تفتح الفتحات ده فالبخار يدخل يعد من خلال الفتحات ده يبدأ يرتب من الغشاء المخاطي نفسه بتاع الانف بالزبط عمز يكون حطيت كريم كده على جلد ناشف كده بالزبط يبدأ ايه يرتب الغشاء ده ويسهل عمالية اللحم بتاعه والـ what والالتأم بتاعه من الالتهابات الموجودة فيها حاجة مهمة كمان برضو السوائل الدافية من اهم الحاجات في السوائل الدافية ده من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي بتاعد في العلاج الدور البرد عموما يعني اللي هو الزنجابيل باللمون ده من الحاجات الجميلة جدا ليس عندك زنجابيل بلمون بس ده اشهرهم طبعا اشرب اي حاجة ثانية بسبلاش بقى شاي وبلاش بقى القهوة والكلام ده بيتكلم على سوائل دافية مول اشهرها اللي هو الزنجبيل واللمون ده طيب ايه كمان مردات حيوى يعني المضاد الحيوى ده مش اقل من عشر تيام الكورس بتاعه في ناس تروح واخد مثلا حبايتين ثلاثة وخلاص عكده لا يعني الكورس بتاع مرد الحيوى من عشر تيام لأسبوعين عادي جدا اقل من كده لا فطعا في بعض الدكات اللي توصف المضاد الحيوى ده مثلا لمدة حعن مثلا لو المضوع عاليف جدا لمدة اربع تيام مولى حاجة وباكد يكمل بحبوب او بشرب على حسب الحالة عاملها ازاي ايه كمان مخافض للحرارة يعني لو فيه سخنية حاجة تنزل الحرارة ما مضاد الالتهاب دي برضو من الحاجات اللي برضو بتتاخد فين في التهابات الجيوب الانفية طيب فرضا ان كل ده فشل يعني باكل الحاجات ده كلها مفيش استجابة الموضوع بقى ايه خلاص فيه حاجة قفلة الجيوب الانفية ومش عارفة تفتحها خالص من الطرى بعد وتروى الانف والاظن يدخل حاجات زى شبه المناظر كده يفتح الجيوب الانف نفسه ازاي؟ يعني مثلا ده الجيوب الانف قدامنا جيوب الانفية قدامنا شايف انا هم لاقят ازاي بيدخل زيا يطلع من خلال من الفتحة بتاعت الجيوب الانفية ويقال للضغط بتاعت ده في حالات لو موضوع بقى ايه لا استجابش لبنور عطل الانف ولا بأدوية ولا بقى احد خالص ده آخر حل خالص اللي هو دكتور أنفوزون بيبدأ يتدخل وبالآلات اللي نشايفينها دي بتوسع الفتحات بتاع الجيوب الأنفية كل اللي كلمت عنه ده التهابات الجيوب الأنفية الحادة اللي بتقعد من فترة من شهر أو أقل من شهر أكتر من كده لا الكلام ده كله فيه بقى علاجات تانية خالص لو الموضوع تطور أكتر من كده أتمنى أن تكونوا استفدتم من الفيديو وللقاء فيديو قدم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته